ايضا اكيد من الحاجات الايجابية ويمكن اتكلمت فيها في زيارة الاقصر ان النهاردة ان شاء الله هيبدأ التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصر الكبير وده طبعا كان مشروع املاق حضراتكم تابعته قد ايه الدولة المصرية وكان بتمبوا متابعة يعني انا مش عايز اقول يعني ولاقوا بالغ متابعة اسبوعية من سيد رئيس الجمهورية بنفسه اللي الحمد لله مكننا ان احنا النهاردة نكون انتهينا بالكامل من هذا الصرح العالمي اللي بيعتبر هدية من مصر فعلا للعالم كله ونبدأ النهاردة ان شاء الله بدايات التشغيل التجريبي باذن الله واللي ندعو الله ان شاء الله مع تحسن الامور يكون هناك افتتاح رسمي لهذا المشروع العملاق الحقيقي اللي حيبقى ان شاء الله تقديرات حركة برضو السياحة العالمية وتقديرات كل شركات السياحة انه حيبقى بيساهم في جزء جزء كبير جدا من الاعداد من السياح العالميين ان شاء الله بمجرد ما يكتمل تشغيل هذا المشروع الكبير جدا في هذا الشعب